جماعة الإخوان وعصابتها والمليشيات بتاعتها ارتكبوا أكتر من 40 عملية إرهابية في شهر رمضان من 2013 لحد 2017-2018 أكتر من 40 عملية في شهر رمضان اللي بيتكلموا عليه النهاردة مش عملية ولا 2 أكتر من 40 عملية استغلوا شهر رمضان ده عمليات يدوب الناس بتتصحر وتصلي الفجر ولقوا الإرهابيين داخلين عليهم يقتلوهم يغتالوا الشهداءنا صلوا الفجر صلى وعمل عمليات الناس بتصلي اقتلهم فده يقولك إن انت تعرف ربنا أصلا انت الإخواني اللي بتبكي النهاردة وحزيني النهاردة هو أنت لابن بتدي تكليف واتمول وتقتل عايز نسيبك هم الشهداء الدول ما عندهمش أهل هو شيء ده بيدفع عن بلده وانت بتخنها فاخد حق الشهيد منك ومن أنسالك وكل واحد يمع عارف كده هترتكب جريمة وإن طال الزمن هتيجي وهتيجي وهتتحاكم ولو فيه أعدام هتتعدم وينفذ الأعدام وان طال الزمن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم إن شاء الله بإذن الله لا تسقط بالتقادم بإذن الله زي ما بقول لحضراتكم جريمة كرداسة جريمة ضد الإنسانية للإخوان المجرمين النهاردة ده أنا هسمعكم المسشار الشرين فاهمت دلوقتي قال إيه وهو قبل أن ينطق بالحكم على الإرهابين دول تعالوا سمعكم ماذا قال المسشار الشرين فاهمي عشان تسمعوا الخوان الإخوان القتلى عملوا إيه في شهداء مصر في كرداسة ونأخذ القصاص ونأخذ القصاص لن نترك أحد قتلى مصريا طلم القضاء الكلمته هو أنا اللي قلت رئيس الجمهورية اللي قال القضاء يحكم وأحكام بات تواجبة النفاذ والعدلة تأخذ مجرها هو ده عدل ربنا عدل ربنا ده اللي ميعرفوش جبريل اللي انتو بتبكوا عليه النهاردة جبريل اللي يعرف عدل ربنا ما كانش قال كان قال لهم عيب ممنوع يا جماعة ربنا بيحرم من قتل الناس انتو ازاي تقتلوهم وهو واقف يقول لهم اقتلوا هاتوهم هنا يلا اضربوهم بالنار ده جبريل قال لك حامل كتاب الله ونعمة بالله حامل كتاب ربنا وهو اللي يقول اقتلوا اسمعوا نشار محمد شيرين فهمي ركزوا في كلامه عشان تعرفوا جريمة قتلت جماعة الإخوان الإرهابية عملوا فيه شهدان ايه؟ عشان القصاص يتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر